انضمت الكويت إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بترحيب بفشل محاولة الانقلاب ضد سلطات التركية وجددت وقوفها وتضمونها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها التركيا لتعزيز أمنها واستقرارها وحماية شرعياتها ومؤسساتها الدستورية تزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجي الأمريكي جون كيري عدم امتلاك بلاده أي معلومات استخباراتية عن محاولة الانقلاب قبل وقوعها وتأكيده عدم تلقي واشنطن من أنقرة بعد طلبا بتسليم المعارض التركي فتحالا جولين الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرولت أن محاولة الانقلاب في تركيا لا تعني سقا مفتوحا لأردغان لممارسة التطهير لفتن إلى أنه يجب توجيه تساؤلات بشأن ما إذا كانت تركيا شريكا حيويا في الحرب على داعش من جهة أجرى رئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردغان دعاه فيه لعدم اتخاذ خطوات منافية للدستور عقب محاولة الانقلاب كما اتفقا على عقد لقاء شخصي في الوقت القريب في المقابل لأدان رئيس الإيراني حسن روحاني الانقلاب العسكري في تركيا وقال إنه لم يعد بإمكان المدافع والدبابات إسقاط حكومات حقيقية منتخبة بشكل ديمقراطي أما مستشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان فوضع الرئيس التركي في الخانة نفسها مع رئيس النظام السوري بشار الأسد معتبرا أن الاثنين رئيسان شرعيان لكل من تركيا وسوريا وضف عبداللهيان أن الانقلاب الفاشل تم بخيانة عناصر من الداخل وبدعم خفي من الخارج من جهة أخرى وبعد توقف دام ساعات أعلن المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أن التحالف الدولي ضد الإرهاب استأنف ضربات الجوية لمواقع داعش من قاعدة أنجرليك العسكرية التابعة للنيتو والواقعة في الأراضي التركية ترجمة نانسي قنقر